الخبر اولي عدنا عن القمر مارو تاكيد انه اكو خلاف بينه وبين الفريق فشارت الفولو يا حبايب عن انوار مار بعمشارت الفولو عن محمد قبل كم يوم من حساب زوزي اللي هي القطة مالتها لحد يقلان انه ماكو خلاف خاصة انه يجي هذول الغاف فولو بهذا التوقيت فشتوقنا سبب اللي خلاها انه يتشيل الفولوهات يا حبايب بعمت هكراها سابق تمنا بالكومنتات بالضاف ان القمر يا حبايب نزلت هذا المقطع اللي حسبها بالتيك توك اخبركم هذا المقطع احنا اغلال ماد شوند تبتكي بي ولكن مقطع عبر عن تمثيل مواكثة رحطوا الكم اياه شوفوه بوضع خاصة ريقولون انه يمكن هي تطوض نورمارا بالمقطع لنها يشد تحجع الحب والواحد يقول انه يحب وهو يجب قوله مين الحب فرجيني هذ الحب نهي ماذا تقدر تشوف هذا الحب ولا تقدر تحسه ولا تسمعه ما دركتمنا احبابه بالكومنتاته توقع ان تقصد احده مجرد مقطع تمثيلي وبالاضافة نور مار يا حبايب الوضح انه هو بعد الا الان مهتم بقمر مار وبتفاصيلها فالمقطع اللي نزل انور مار على قناتها يا حبايب اللي هو كان سافرت انه نور وتركت اهلي بهذا المقطع يا حبايب نور مار بهذه اللقطة تضح انه كان داخل على حساب قمر اللي شافه متبنت بعدين دخل على حساب القطة مالتها اللي هي زوزي موضح انه هو كان خايف على القمر مار ويريد يعرف اخبارها وشين صايروا اياها ما دركتمونا بالكومنتات شون توقعاتكم لهذا الموضوع ونتقل حاليا الوسام تيكت تكيد انه اكو خلاف بينه وبين بيسان فالمقطع الاخير نزل على قناتها يا حبايب اللي كان ديرت به على اسئلة المتابعين واحد من اسئلة جديد يا حبايب انه هو لش ما قاعد يصور وييا بيسان تيكت فصدر قول انه دائما يطلب من عادة انه يصوروا اياه ولكنه كان دائما ترفض هذا الشيء راتكم لا تشوفوها انفصلت عن بيسان اوه حكينا عن هذا الموضوع اه وفي فيديو كامل عن هذا الموضوع ليش ما بتصور مع بيسان انا افكرا بصور مع بيسان ما عندي اي مشكلة حتى يعني اكتر من صار كتير يمكن ما باربشي خمس مرات انا بحكي لها نصور نعمل نقيم ونحط بس هي مشغولة او حياتها تغيرت نوعا ما او عم كاتت عم تنقل بيت او هيك ما بغضر يمكن تكل صراحة يمكن لما اتنين ينفصلوا بصير صعب اه بدهم فترة يعني حتى يرجعوا يلتقوا بشي بدون ما يكون وضع غريب يعني وضعها يا حباب انو بيسان هي مترية صورية وسام وهي معصبة بعد من فصلت من عنده خاصة ان نزلت على حسابها الثاني يا حبابي اللي هو نوعا ما تاخد ابي افكار من المتابعين هذا المقطع هو شوية قديم يا حباب وبوح من الشكتشات اللي شان تضحك بشوفوا اللقطة هي تخصص بها وسام هاي عطا ما شوفني زلمة وما حد منك هاي انا شوفتك وما حبيتك عمقلك زلمة اعطي كل سن شوفنا تنيو اعطي كل ما يا حباب بالكومنتان شارككم بقصف بيسان لويسام والتوقع انه هي مقاع صورية لانه وقاع صورية ياسو او لا ننتقل حاليا لمحمد اجواني وتهجمه وقصفه للمصطفى الريدار فاجواني زهذا الاسورية يا حبابي كان كاتب بي انت مستخبي مثل فارق قاعدت ديسني وتجيب اسمام الشهير والناس ما داخلها وانا مبارح صورت فيديو كليب وسجلت تستبعي قدام الف شخص ومساحت فيك الارض والكل كان قاعد يضحك عليك يا اخي ليش تدخلوا وشي ما لكم قدو يعني متابعين مبارح شبع وضحك عليك يالله كونوا جاهزين باتش رح يكون بوعدة ديس تراك وطبعا هي رح تكون اغنية ديس تراك على مصطفى ريدر ممكن بسام تيكت اللي يجح في مقطع الصباح يا حباب يعرف الاسماء اللي انقالت بالدس شباية تسربت لها من عادها مقاطع فاكتونا يا حباب بالكومنتاج قمت حمسين للدس شوريكم بكلام مصطفى جواني فاكتونا يا حباب بالكومنتاج شوريكم بالدس شوريكم بكلام محمد جواني ننتقل حاليا نور ستار وشنو صار بمفاجأتها اللي صار لها اسبوع تحمس بيها نزلت هذا الاستورية يا حباب كاتبة على فكرة ما رح تحضروا المفاجأة ابدا ابدا لان اول مرة بعملها ومش تمثيل ولا اغنية فهذا هو وضح انه ممكن تكون عبارة عن زفاف مو اكثر لان هي اشت كاتبة يا حباب وانه ممكن يكون موضوع زفاف ما ادري هتكون عصدما من عيار الثقيل وما ادري اصراكم لحباب بالكومنتاج شون توقعاتكم لمفاجأة لمجهزتها النخو النور روح علينا زياد ودخول زوجتا الهي سارة للمستشفى فنزه هذا الاستور على سبب الانستجرام اللي كان زوجتا من داخل المستشفى وكاتبلها ما على قلب اكشار حبيبي وموضوع اكثر يا حباب عليكم ان شاء الله يا رب مصر لها الشي وان شاء الله يا رب تصير زينا وليس تسون يا حباب عليكم دعونا بالكومنتات وان الله يشفيها يا رب وبيصلنا هنا وصلات المقطع لتسون في الجنة هذا المقطع بلايكات وبيس كان يكوفيت زيان مقاتميكة للخصاص احبكم وبيس مع السلامة